ما هي السلفية؟ السلفية ليست حزباً من الأحزاب السياسية أو الأحزاب الموجودة اليوم ليست حزباً وإنما السلفية منهج منسوب نسبة إلى منهج السلف الصالح والسلف الصالح ديل الصحابة يا جماعة أولهم وأفضلهم وبعد ذاك التابعين وتابع التابعين لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرني يعني الصحابة ثم الذين يلونهم يعني البعديهم التابعين ثم الذين يلونهم يعني تابع التابعين ديل خير الناس وديل سلفنا الصالح الليلة الزولة اللي بيقول أنا السلفي معناته بينسب نفسه لمنه للصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وتابع التابعين زي ما قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وأهم شيء في المنهج السلفي العقيدة الصحيحة والتوحيدة الخالص في ذات الله تبارك وتعالى دي أهم حاجة وده أساس المنهج وأساس الإسلام وأصل الدين إن الإنسان يصف عقيدة في ربنا ويجعل توحيد توحيد نظيف من الشوايب ومن الشركيات ومن الخرافات والبدع والدجل ربنا سبحانه وتعالى قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فالصلاة والزكاة والذبح وجميع العبادات تصرف لله سبحانه وتعالى العبادات منها عبادات ظاهرة زي الصلاة زي الحج دي عبادات شنو يا جماعة ظاهرة لتصرف لها الله براه إن صرفت واحد منا لي غير الله لي شيخ لي ولي لي فكي لي صالح ميت مدفون في قبة أو حي فقد أشركت بالله ومن العبادات عبادات باطنة زي التوكل توكل ده محله في القلب وزي الخشية والإنابة والخوف دي عبادات باطنة باطنة يعني شنو يعني جوة في القلب جوة ما ظاهرة براه دي برضو تصرف لي الله ما ترجو ولا تتوكل إلا على الله عز وجل قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قال الله عز وجل وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المتوكل وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن أعظم العبادات الدعاء الدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة يبقى الدعاء هو العبادة ذاتة والعبادة هي الدعاء طيب يا جماعة لو زوا العبد غير الله جاب له حجر وصنم وعبده كافر أو لا ما كافر كافر طيب لو دعا غير الله ما يكون كافر كيف لا الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة البدع غير الله عبد غير الله ويقول يا شيخ فلان تنجدني وتبزعني يا شيخ فلان أغيسني أعيني في الأمور الما يستطيع إلا ربنا عز وجل ذا كافر شكذا ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر شوف دعا غير الله اتخذت إله اتخذت إله آخر طوال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا قرآن واضح ما فيه أي لولوة واضح جدا الله قال فلا تدعو مع الله أحدا وقال البدعو غير الله قال إنه لا يفلح الكافرون الله قال ده كافر من الكافرين طوالي طيب ثم بعد ذلك المنهج السلفي إنك تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام لا تتبعني أنا لا تتبع حاجة شيء عبد الله لا أفلان لا أفلان تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني اتبعوا الرسول إذا أنتم صحي صحي بتحبوا الله بجد تتابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما بتتبعوا الرسول فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور شيء ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في الدين ولا قال أعمل ولا أقرأوا ما تعمل ليه لأنه باطل مردود عليك الله ما بيقبله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث عوزو الله من الشيطري من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني لن يعمل عمل في الدين ما كان عليه والنبي عليه الصلاة والسلام مردود باطل الله ما يقبله قسنا الآن يعمل الموالد والرجبية والحوليات الحولية ده كله باطل لأنه الرسول ما سواه وما كان عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما من الدين أبدا وعلى ذلك فقس أي حاجة ما كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم الله ما يقبل منك ما تتعب ساكت ده في الدين أما في الدنيا وما مشكلة أصنع لمبة أركب عربية أركب طيارة صاح الرسول صلى الله عليه وسلم ما أركب عربية ولا طيارة لكن بجوز لك لأنه دي حاجة يا جماعة في الدنيا أما في الدين في الدين في أمر الآخرة دي إلا حاجة كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بس كده كده الإمام مالك قال ما لم يكن يومئذ دينا في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم فلن يكون اليوم دينا لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالدين اكتمل أي ما مكتمل ما ناقص أشان نحن نجي نزيده هو ما ناقص هو مكتمل فلو زيت دي حاجة بتبقى شنو تبقى مطفرة بفوق ما من الدين حاجة شازة شكده سموها بدعة وصاحب البدعة ربنا ما يقبل منه التوبة يعني ما يوفقه للتوبة أشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعى بعد ما عرفنا المنهج السلف الصحيح لازم نعرف أنه المنهج السلف الصحيح بيدعون لأشياء من تلك الأشياء العظيمة المؤاخاء بين المؤمنين الموحدين الصادقين السلفين قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فأي ذو المؤمن يعني موحد متبع للرسول عليه الصلاة والسلام لا بدي آخي أخوه المؤمن وما يجوز لك حرام عليك حرام إنك تقطع أخوك الموحد المؤمن في أمر من أمور الدنيا حتى لو كان وطا ولا كان بهايم ولا كان أعربات ولا كان نسوان ولا كان غيره ما يستقاط في أمر من أمور الدنيا قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث لا يحل يعني حرام حرام على أي مسلم واحد إنه يقطع أخوه أكثر من ثلاثة يوم حرام عديل حتى ربنا سبحانه وتعالى كل يوم خميس بيرفع الأعمال إليه أعمالنا الصالحة الصلاة والصيام والزكاة والحج بر الوالدين والصدق والاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير وغيره ربنا بيرفع له يوم شنو كل يوم خميس إلا الإنسان البينه بين أخوه شحناء مقاطع أخوه وهاجر أخوه في دنيا في أمري فارغ ساكد والدنيا فارغة يا جماعة ربنا قال عن الحياة الدنيا شنو لعب وله وزينة وتفاخر ما في حاجة فعملك ربنا ما يرفعه مهما صليت مهما صمت مهما طيعت والدينك ده مش كل عمل صالح الله ما يرفع عليك فوق ليه لأنه أنت مخاصم أخوك آه نعم المخاصم تكون للمؤمنين بقدر ما إنا بتكون لي المشركين الزولة اللي بيعبد له جبة اللي بيطفلي بيقبر اللي بيستغيز بالشيخ اللي بلبس لي تميمة حجاب اللي يحلب بغير الله الغيره ده انت بينك وبين خصومة في الدين حتى لو ودي عمك حتى لو أخوك في الدين ما بتتفق معه أبدا أما أخوك الموحد ده لابو التأخيه كان يتفقد أصحابه لما طلع غزوة تابوك قال ما فعل كعب ابن مالك وين هو شايفه سأل عنه بعدك وره فالشاهد إنه الناس يكونوا إخوة جماعة وما تعادي إلا أصحاب المعاصي بقدر معصيتهم أو أهل الشرك ودعاة الباطل ودعاة البدعة أشكد ربنا سبحانه وتعالى قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم جزاكم الله خير وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وآله وصحبه نفتح فرصة الولاء من الموالاء وهي المحبة والقرب والبراء من البعد وأن تتبرأ من أهل الشرك وأهل الكفر والزندقة وآهل المعاصي بقدر ما فيهم من معصية فالولاء أن توالي المؤمنين الموحدين تحبهم تتقرب ليهم وتتحبب ليهم والبراء أن تتبرأ من أعداء الله سبحانه وتعالى وما تجالسهم مبجوز زول مبتدع يدعو للبدعة شيخ بتاع طريقة يدعو للشرك بالله والعبادة القبب والأضرحة والقبور أو زول بيكتب حجبات ومحايات وبخرات تتبرأ منه ما تجالسوا أبدا لأن ربنا سبحانه وتعالى قال قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين آمنوا مع إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم دا البراء إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا لحد ابتين حتى تؤمنوا بالله وحده لحد ما تبقوا موحدين فالبراء يكون لها أولا تتبرأ منهم ما تجالسوا ولا تواكلوا ولا تناكعهم خلاص ما تجيب لك زول مشرك تزوجوا لبتك أو زول ما بصلي تزوجوا لبتك دا ما بجوز حرام يا جماعة أو زول بيستغز بالشيخ ويمشي القبب ويمشي البنية تزوجوا لبتك ما بجوز الكلام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فده ما بنرضى دينه ولا أخلاقه ما عنده دين زول مشرك استغز بغير الله ويدعو غير الله وطفب القبب والقبور والأضرحة ما بيوز تزوج له ولا بيوز تجالسوا أبدا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخاله سماعات الشيخ رجل عنده جنب بطولة زمن يعني سنة سنتين ثلاثة سنة وجدين حدا لم يبر ودائما هو بنزي في لفق ملابس يغسل وكان ثلاثة أربعة مرات يغسل وموغر الشي ده نزيق الشي البطل عدم عبسل يعمل كيف؟ بالنسبة للصلاة يعني نعم يصلي لأنه ده من أصحاب الأعزار ده من أصحاب الأعزار من المرضى والمريض يعني ما عليه حرج فيصلي توضى لكل صلاة ويتوضى للصلاة ويصلي بيش يتطالع؟ بيش يتطالع؟ إذا استطاع إنه يمسحوا قبل الصلاة وبعد ذاك توضى كويس هو الواجب يعني يمسحوا يتوضى يصلي على هذا لأنه حتى لو نزل منه أثناء الصلاة الدم ولا شيء بنزل ده صلاته صحيحة ووضوه صحيح أينه؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعته اه لو ذول ماشي ماشي يحزي ناس يعزاوا ولقى في الساعة وعزموا لأكل شغام وجود الواجب يا جماعة نحنا كأهل سنة وجماعة نعلم الناس نعلم الناس شنو السنة فنحنا لو ماشينا بيقينا نقعد في الفراش ونضحك معاهم وناكل معاهم وكده كده لو جينا ويقول لنا الناس الفراش حرام ما بزول حصدك كلامنا صحيح ولا ما صحيح فنحنا نكون قدوة لا يمكن إنسان داعية من على السنة والجماعة يجلس معاهم ويجي في المنبر يقول لهم هذه جماعة ما بجوز طيب إنت ما قعدت مبارح ما بزول بيقبل كلامك ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلوا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا فإنت الشيء اللي بتقوله اطبقوا زي ما قالوا الصحابة كنا نعدوا الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياح الاجتماع بيكون قبل الدفن لأن نغسل ونكفن ونصلي عليه وندفن دفنناه بعد الدفن تاني ما في اجتماع يرتعز يزول أحسن الله عزاك أو ربنا يغفر ليه ويثبت أجركم أو تقول السنة إن لله ما أخذ وله ما أعطى إلى آخره وتفوت نحكين لو قعدت وليش خالفت السنة خالفت الرسول صلى الله عليه وسلم هو محرم حرام نمر اتنين الناس تاني ما بيكبروا كلامك أنت ما تقول تقعد تجي تقول لهم يا خنا قعدت لأنه كنت فتران وكتة وكتة طيب ما الناس برضو حيقول لك نحنا برضو كده صح لا ما صح لا إذا كان صوت التبليغ في الصلاة التبليغ إذا كان صوت الإمام مسموع فما في داعي زول يبلغ تاني أما إذا صوته واطي ما مسموع للناس ممكن واحد صوته عالي يبلغ الناس أما إذا مسموع ما بيجوز للإنسان شنو يعلي صوته تاني نعم ما بيجوز ما بيجوز وهو أشد حرمة من الربة زي ما قال الشغل عسيمين نعم فإنها ومن يتق الله يجعل له ما خرجها نعم 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 إن شاء الله بغانيش الشيخ وبكر إن شاء الله